رمين عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيرس نهارة الثلاثة البارح قال جملة أغضبت جداً إسرائيل ومن وقتها وهي مطالبة برأسه وما كم تعرفوا ساعات هي وحبيبها كي يطالبوا بحاجة ما تصعبش عليهم ياسر هجمات حماس قال لم تأتي من فراغ وصفها أصلاً بالهجمات الإرهابية ولكن قال الشعب الفلسطيني خضع على مدى ستة وخمسين عام للاحتلال الخانق كلم غضب برشا إسرائيل السيد الأمين العام في أي عالم تعيش هكذا رد عليه وزير الخارجية الإسرائيلي نسمع هذه المقتطفات يجب أن نعترف بأن هجوم حماس لم يأتي من فراغ إن الشعب الفلسطيني خاضع لاحتلال خانق منذ ستة وخمسين عاماً وهو شاهد على التهام المستوطنات لأرضه رويداً رويداً وكيف أكلها العنف هذا الشعب رأى اقتصاده ينهار سكان أرضه يشردون ديارهم تدمر وأمالهم لحل سياسي تتبخر سيد الأمين العام في أي عالم تعيش بالتأكيد ليس في عالمنا إن لم تقف كل الأمم إلى جانب القيم الأساسية للإنسانية فستكون هذه أحلك الساعات في تاريخ الأمم المتحدة وفي تاريخكم أنتم السيد الأمين العام سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان قال إسرائيل سترفض منح تأشيرات لمسؤولي منظمة الأمم المتحدة بعد تصريحات أمينها العام وطالبه في تويت نشره على إكس طالبه بالاستقالة أيها المختار تعودت إسرائيل حمزة على أميناء العامين للأمم المتحدة أنهم يمارسون هواية واحدة وهي التعبير عن القلق وحتى أنه استغربنا في كم من مرة كيفاش أمين عام للأمم المتحدة خنته الوحيدة أنه يعبر على قلقه على قلقه بالنسبة إلى الأمين العام الحالي البورتغالي أنتونيو جوتريش عبر بوضوح على ما يعتمل في الصدور عبر على الحقيقة الموضوعية الماثلة الأسباب قال لك صحيح هو أدان ما وقع يوم 7 أكتوبر في تقديره هو ولكنه قال لك انظر إلى السبب انظر إلى أصل الشر انظر إلى الخاتيئة الأصلية ما هي الخاتيئة الأصلية الخاتيئة الأصلية بتقدير الأمين العام للأمم المتحدة هي الاحتلال لاحظ ماذا استعمل قال لك شعب واقع تحت الاحتلال منذ 56 عام طبعا الأمين العام للأمم المتحدة لا يشير إلى عام 67 يعتبر أن الشرعية الدولية المتبقة الآن في القضية الفلسطينية هي القرار 1242 ل1967 وهو القرار الذي اعترف به العرب وصار هو أساس التسوية في الشرق الأوسط كما يقال إذن لا يطبق من الجانب الإسرائيلي ولا يطبق فلسطين قابل به من سنوات وهو لا يطبق من الجانب الإسرائيلي طبعا هو الأمين العام ما حبش يرجع بالتولي لعام 67 وللقرار 381 اللي فيه قرار التقسيم الأول متاع 47 اعتبر هذا كأنه كدك قرارات انتهت بفعل التاريخ وأنه ننتلق من عام 67 إسرائيل هي تشتغل على سردية واحدة وعلى أطروحة واحدة وتريد أن تحمل زعماء العالم والمسؤولين جميعا بمن فيهم المسؤولين الأمميين واللهين بالبسائل الإنسانية على روايتها هي وهو إدانة حركة إرهابية هكذا بتعبيرها اعتدت على الشعب اليهودي الآمن وهو يحتفل بسلام يعني هذه الرواية والتي صدقها عدد كبير من الزعماء اللي زاروا تل أبيب وحاقة المبكة في القدس يخي الناس كل يقفى في نهار سبعة يخي الكل يقفى في سبعة راو ما همشي قاعدين يشوفوا فيما بعد سبعة أشياء ما عليها تقول الأمين العام يعني هذا الرجل اللي ذكره فقط قال راو ذي احتلال فقتل الخارجية أصدرت بيان الإسرائيلية قالت حديث الأمين العام مثير الغضب والدهشة ووصمة عار عليه وعلى الأمم المتحدة هذا ما قلت لك هو قطع مع سياسة دارجة أممية وغربية وهي نوع من مؤمارسة الترهدين بمعنى أنه انكبشوا في الزوائد والتفاصيل وننساوا أصل الداء هو أصل الداء الاحتلال والعالم الكل اللي يعرف أصحاب الحرائر والمنتصلين للحق يقول لك انهاء الاحتلال ينتهي أي عدوان وأي إرهاب ولا مقاومة رجع له انتي أرضو طول بعد نشوفه كان مزال يدور بيك هما طبعا هذي عليش أنه مستغرب ما هالردة الفعل العنيفة من المسؤولين الصهاينة على تصريح الأمين العام وصلوا إلى أنه قالك سنمت أنا عن تقديم تأشيرات للمسؤولين الأمميين بل أنه سفيرهم في الأمم المتحدة يعني في عقر دار الأمم المتحدة قال شرعنا في هذا ومانعنا نايب متاع الأمين العام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة منعوه من تأشيرة لزيارة حقة المبكة هو راهو من قبل متقلقين ما طبعا هايكا بصريح العبارة يا موخ خطر من قبل وقالوها طبعا لك احنا اللي رابور والتقارير ديما متاع الأمم المتحدة ديما ضدنا وبالتالي أنا طبعا فهمنا عليش ديما ضدنا خطرها والأمين العام طيحا به وعليه هذا الدلال الإسرائيلي ما عندهش حدود ما حدود فعلا هو دلال بل أكثر من هذه غطرسة عن جهية غطرسة عن جهية وكبر ومعنى زائف بمعنى أنه يخالف الوقائع الشرعية الدولية التاريخ المنطق العقل يخالفوا جميعا وليقول كلمة يقول لهم زادة هذا اللي عالجوا أصل يقولوله أنت الآن تمدح الإرهاب أو أنك تبرر للإرهاب تلاحظ أنت هذه الأطروحة الصهيونية هي اللي نلقاوها زادة في منابر إعلامية غربية اللي كما ذكرنا البارح تبدأ مباشرة بهل توافق على تصنيف كتائب القسام أو حركة حميس حميس إرهابية إرهاب فقط ثم أما بش تقوله أنت ثمانية تسعة عشرة حتى لثلاثة وعشرين ذك شنو وليقبل وليقبل وخمسة واربعة وليقبل بمعنى أنه سبعة أكتوبر هي نتيجة 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 ستة وسبعين عام من النكبة يعني من عام سبعة وربعين ثمانية وربعين ستة وسبعين عام إذا مشينا للشرعية الدولية اللي توافق عليها العرب بكل هي اللي ذكرها من العام ستة وخمسين عام من الاحتلال هما ليوسطوا سبعة أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين هو هذا المنطق هذا المنطق يعني تصور أنت هالغترسة والعنجهية هالصهيونية والدلال لدرجة أنها الأمينة العام تعتبره شخص غير مرغوب فيه في وتونشوفوا اليوم ردود الأفعال اللي بيش تصير والردود الفعال اللي بيش تصير من عند الدول كي فرانسا الدول اللي برها كي أمريكيا كي بريطانيا بالتجربة سيبدأ التذيق على الأمينة العام للأمم المتحدة طبعا كي يقول لك المسؤولين ساينة انزعجوا بالعنجهية متاحة من المعهودة أكيد سيتدعى لها مناصرها الأمريكان والفرنسيس والألمان وغيرهم وغيرهم بالتذيق على الأمينة العام قال هو هذا الأمينة العام لا يمثل كبرى الدول هو يعبر عن روحه وقال هو لا يمثل وذكرها للولايات المتحدة لفرنسا لبريطانيا اللي هي دول كلها تساند حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها قالها هو بصريح العبارة هل ميثاق الأمم المتحدة يقتضي أنه الأمينة العام يعبر على رؤية الدول الكبرى لا من عليش عملنا أمم المتحدة أمم المتحدة لأن هي هذه كتمثيل جميع الأمم في العالم سيسقط أنتونيو لا سيبدأ التضييق عليه وكلام تهديدات ساينة أنه شخص غير مرغوب فيه ومسؤولية الأمم المتحدة خاصة اللي هي بملف الإنساني سيوم نعوم معاشر دخل لأراضي المحتلة طبعا التضييق ما يبدأ غادي وسترى له تداعيات وهذا هي تحذير لكل شخص يرفع صوته بالحق أي يعني قال كلمة احتلال كلمة احتلال وقال لهم شوفوا سباب هاتنعرجوا سباب حتى يبطل الأثار المترتبة عليه هكذا تشوف أنت الآن هذه الهوجة والهيجة وردة الفعل العنيفة فما حاجة ونتصور استاذ المستمعين وانت مختلف فما حاجة غير طبيعية قاعدة صايرة أنا من عرف شنو ولكن فما حاجة غير طبيعية قاعدة صايرة في علاقة بهذا الملف هناك شيء غير طبيعي اللي يصلنا له في هذه الدرجات مش نحكي على القصف وإسرائيل والضرب ذاك العبث العبث اللامعقول مرى هذه في علاقة بردود الفعل في العالم والتصرف مع هذه الدولة